لا يمكن لمن شهد الإجرام الروسية بحق الأبرياء في سوريا ولما يشاهده الآن في أوكرانيا ألا يدرك حقيقة أن السوريين والأوكرانيين يواجهون نفس القاتل، نفس الوحشية، ونفس الهامجية يؤكد الطبيب السوري محمد غالب تناري منسق سامس في أوكرانيا أن هذا الأمر شكل دافعاً أقوى لمشاركتهم في دعم الكوادر الطبية هناك ونقل خبرات الأطباء السوريين في التعامل مع الهولوكوست الروسي الواحد في سوريا عشنا نفس التجربة اللي عم بيشها هلأ الشعب الأوكراني صار عنا خبرة كبيرة لمدة عشر سنين فهذا الشيء يدفعنا لأنه نشارك خبرتنا تورسان العطار، توجه لها مشفى برافاريا للمساعدين فعنده خبرة كبيرة بالإصابات الحربي نشارك خبرته مع الأطباء الأوكرانيين صحيفة لوموند الفرنسية تحدثت عن هذه المبادرة بمقال حمل عنوان من حلب إلى خاركيف أطباء سوريون جاءوا لمساعدة زملائهم في المستشفيات الأوكرانية باستخدام خبرتهم في مناطق الحربي في سوريا المبادرة تمت برعاية جمعية سامز الطبية الأمريكية السورية غير الحكومية حيث قدمت لمشفى بروفاري في خاركيف معدات بقيمة 20 ألف دولار كدفعة أولى وتحدثت عن قدوم دفعات أكبر خلال الأسابيع المقبلة ونبهت اللوموند في مقالها إلى أن تضامن السوريين مع المأساة الأوكرانية لم يقف عند التعاطف بل ترجم عمليا إلى دعم ملموس وأن المقاربة بين الدمار الذي حصل في حلب وحصارها عام 2016 وبينما يحصل في أوكرانيا وخاركيف تحديدا لا يمكن تجاوزه ويؤكد حقوقيون ومراقبون أن مثل هذه الخطوات تفيد القضية السورية كما الأوكرانية ليس من ناحية الدعم إنسانيا وحسب بل ومن خلال تسليط الضوء أكثر على التقاطعات الكبيرة بين المشهدين السوري والأوكراني تسهم مثل هذه التحركات في تقديم المزيد من الأدلة والإدانات للعالم وللمجتمع الدولي حول هول وحجم المأساة الإنسانية التي قام ويقوم بها بوتين وجيشه بحق الأبرياء في سوريا وأوكرانيا وذلك دون رادع يوقف روسيا عن إجرامها بل والاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية تارة والتلويح بزيادتها تارة أخرى